وفي أبيان تبادلت القوات المشتركة ومليشيا الحوثية إطلاق النار والقصف المدفعي بشكل متقطع في جبهتي ثرة ومحلحل وأفاد مصدر عسكري ميداني أن القوات المشتركة المرابطة في جبهة ثرة بدأت ومليشيا الحوثية المتمركزة في مناطق بركان وأعالي جبال ثرة تبادل إطلاق النار منذ لحظة أداء صلاة عيد الفطر واستمرت حتى مساء ذات اليوم بالتزامن شنت المليشيا الحوثية قصفا مدفعيا بعدد من قذائف بي عشر على مواقع تمركز القوات المشتركة في ذات الجبهتين ومواقع أخرى تتمركز فيها الأخيرة في محور أبيان